مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم 60 دقيقة النهاردة هنتكلم معاكم عن مشاكل الراي مشاكل الراي والمشاكل اللي بتواجهنا والمباني اللي على طرح النيل وكل ما يخص موضوع الراي مش هطول على حضراتكم في المقدمة النهاردة هرحب بضيفنا المهندس فاتحي عبدالله ردوان مساعد وزير الراي لقطاع التوسعات الأفقية أهلا وساعد المحضراتك يا فندم أهلا بيك مشاهدين اه يعني في المقدمة هنقول لحضراتك كنا عايزين نعرف لحضراتك ايه هي خطة الوزارة اه للتنمية الموارد المائية الخطة اللي جاية لحضراتكم موضعينها ايه هي بسم الله الرحمن الرحيم يعني في البداية لابد من القاء الضوء على الوضع المائي في جمهورية مصر العربية عشان السادة المشاهدين يعني يحسوا بقيمة المية لعدة أسباب أولا قلنا نعلم ان حصة مياه حصة مصر في مياه النيل منذ عام الف تسعمائة تسعة وخمسين اه خمسة وخمسين ونصف مليار متر مكعب الحصة دي ثابتة حتى اليوم ولم تتغير والحصة دي كانت اه كانت اعداد السكان في هذا الوقت كان حوالي خمسة وعشين مليون نسمة يعني نصيب الفرد كان حوالي أكثر من ألفين متر مكعب للفرد في العام ودية كانت حصة عالية جدا اه فوق خط الفقر المائي الخط الفقر المائي حوالي ألف متر مكعب للفرد في السنة حاليا احنا تعدادنا عدى الميت مليون نصيب الفرد تضائل نزل تحت الألف يعني حوالي أقل من ستمائة متر مكعب فيعتبر احنا تحت اه خط الفقر المائي اه دا دعا وزارة الموارد المائية والري الى تعظيم الاستفادة من هذه المياه من خلال اه عدة محاور رئيسية اه المحاور دي بتتمثل فيه اه النقطة الاولى واللي بدنا فيها من من زمان اللي هي عملية اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي اه لان احنا تقريبا بنستهلك في العام حوالي اه ما يقرب من ستة وسببين مليار متر مكعب اه الاصل عندي خمسة وخمسين طب الباقي دا جيه منين عادة الاستخدام اه لمياه الصرف اه الزراعي والصحي بعد المعالجة عن طريق الخلط اه وبالاضافة الى اه استخدامات المياه الجوفية اه النقطة التانية اللي الوزارة بدت اه اه تنفيذها بقوة خلال هذا العام هي تأهيل المجاري المائية اللي هي الترع تمام وبدأنا بخطة طموحة بحيث نأحل جميع الترع المتعبة اه بما يقرب من حوالي سبع تلاف كيلو متر اه طولي خلال عامين وده طبعا رقم كبير جدا اه بتكلفة تصل لحوالي اه ما يزيد عن 18 مليار جنيه بدنا فعلا اه خلال هذا العام اه منذ تقريبا شهر خمسة اه حينما اعطى سيادة الرئيس التوجهات بتقليص مد التنفيذ هذا المشروع الى عامين فقط منذ هذا الوقت واحنا بنسابق الزمن في اه اه طرح الاعمال والتنفيذ اه من اجل نهو هذه الاعمال في المواعيد المقررة اه طبعا اعمال التأهيل دي لها مردود كبير على الفلاح وعلى اه مستخدم المياه لبال ان اعمال التأهيل او طبطين الترع هتسهل من اصول المياه الى نهايات الترع وبالتالي اه كل فدان هيوصلوا المقنن الماء المطلوب في الوقت المناسب وده باه حيؤد برضو الى زيادة انتاجية اه الفدان اه نقطة تانية ودي هي الاهم واللي احنا بنشغل عليها هي توفير المياه طبعا اه لان اولا هنخف من من رشح المياه الى الباطن الارض وحنحد من كميات البخر حنحد من نمو الحشائش والحشائش دي بتستهلك مياه وبتعوق حركة المياه وده المحور التاني اعمال طبطين الترع المحور التالت برضو اللي احنا شغلين عليه عشان توفير المياه هي التحول من نظام الري بالغمر الى نظام الري الحديث وده حيكون لهم بردود كبير جدا في توفير كميات المياه وده طبعا كل ما موفر كميات مياه كل ما استفيد بها كل ما استفيد بها في استصلاح مساحات جديدة موجهة الزيادة السكانية اللي بتزيد عام بعد اخر وبالتالي بتحتاج الى كميات مياه اكتر سواء لمياه الشرب او للصناعة او للزراعة ده تقريبا ده يعني ايه القيت الضوء على الوضع المائي في مصر وخطة الوزارة في الاستفادة من كل قطرة مياه او تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاح يعني ان لسؤال التوفير النهاردة فيه هل بعض الزراعات اللي هي اتمنعت دلوقتي او فيها مشاكل ده كان ده مشكلة يعني ده وزارة الرأي كانت خطة وزارة الرأي لترشيد استخدام المياه احنا ما معناش زراعات احنا بنحدد المساحات يعني لو سيدك مثلا بتقصد زراعات الرز لا وزارة الرأي بتحدد مساحات تبخل لكميات المياه المتاحة وانبق فيه مخالفات بالتم وفيه زراعات اكتر من الرز وده بتستعلك مياه اكتر تمام فده كله دعا وزارة الرأي انها لازم تحدد كميات او تعمل تصريح بمساحات الارز اللي بتنزرع كل عام كنا عايزين نعرف العواقب اننا النهاردة لو خلفت القرار ده ايه ايه انا كفلاح بيعود علي بايه او ايه الغرامة او ايه المشكلة لان فيه ناس لحد النهاردة متعرفش عواقب الموضوع ده ايه والله هي العواقب يعني متمثلة كلها فيه غرامات مادية تمام ايه ايه مزارة بتحسب له كمية المياه اللي استهلكها بالمخالفة وده لها حسابات عندنا بحيث الفدان بيستهلك كمية مياه محددة المتر مكعب له تسعير محدد كمخالفة وبيتيم تحصلها من الفلاح تمام معنية بتبقى مجرد حيث بقى ان انا بحسب له كمية المياه اللي بستخدمها وبقى حتوله مخالفة على قيمة نفسها تمام ده هنقلنا لسؤال تاني من تقريبا سنة كان بيستهدف في القطاع تنفيذ 22 عملية لحماية السيول بقيمة 480 مليون في محافظة أسيوت وسهاج والمينيا وأسوان وإنا والقاهرة والجيزة تمام كنا عايزين نعرف من حضرتك العمليات دي خلصت ولا لسه مكملين بيها وإيه نتكلم باستفادة عن موضوع السيول طبعا ده هو موضوع في غاية من الأهمية وكلنا حاسين به طبعا مصر تعرضت لمخاطر السيول في سنوات عديدة يعني نتذكر سنة 2014 و2015 و2016 حصل خساير بسبب السيول فده دعا وزارة الموارد الموارد أنها تعمل مشروعات تستبق الحدث بحيث تحد من مخاطر السيول طبعا نمنحها دي في المنتهى الصعوبة ولكن احنا بنحاول ترويض السيول وتوجيهها إلى المجاري المائية أو إلى البحيرات الصناعية بحيث نقلل من أخطار السيول فعملنا في الحقيقة ننفذنا مشروعات عديدة يعني الرقم نستاذة قلت ده رقم قليل مش كبير احنا اجمالي العمل ننفذناها تقريبا كوزارة اللي انتهنا من تنفيذها حوالي بحوالي 2 مليار جنيه حاليا السنة دي بس شغالين احنا كقطاع التواصل الوفق وقطاع المياه الجوافية شغالين في ما يقرب من حوالي 2 و 4 من 10 مليار جنيه عمليات حماية من أخطار السيول طيب بنعمل ايه اولا المحافظات اللي بتتعرض ليه السيول محافظات سينة القاهرة الجيزة بنسويف المينيا أسيوت سوهاج قيناء لقصر أسوان البحر الأحمر ممكن مرسى مطروح السيول بصفة عامة لو بصينا ليه الوجه البحري ما فيش سيول ليه لان ما فيش جبال ولا فيه مرتفعات فالسيول بتحدث أسبابها ايه سقوط أمطار غزيرة على جبال مرتفعة وبتتجمع في وقت قصير وبتبتدي تنحدر من مخرات السيول وبتتجمع فيه مخر سيول وبتندفع بسرعة عالية لها قوة تدميرية عالية أي معطرب أمامه هيحصل له تدمير فإحنا كان لازم نفكر نعمل ايه عملنا مجموعة من العمليات سواء بننشئ سدود إحاقة بحيث تحيد من سرعة تدفق السيل أو بنعمل بحيارات صناعية بنخزن فيها كميات المياه عشان نستخدمها طب حنستخدمها زي البحيارات الصناعية ديت فيه في سينا وفيه خزانات أرضية فيه مرسة مطروح بنخزن فيها المياه والتجمعات البدوية الموجودة بتبتدي تستخدم هذه المياه في الزراعة أيضا بنستخدم مياه السيول فيه شحن الخزان الجوفي وبالتالي بنستفيد منه فيه سواء بزراعة على الآبار تمام والغرض الرئيسي هو حماية الأرواح وحماية الممتلكات فإحنا نفذنا مشروعات كتيرة وحاليا بننفذ زي ما قلت سيادتك بحوالي اتنين واربعة من عشرة مليار جنيه هذا العام السنة اللي فاتت كان حصل في شهر مارس اللي فات كان حصل فيه عصفة التنين حصل سيول كبيرة دمرت مخارات سيول احنا السنة دي عملنا إعادة تأهيل لهذه المخارات وحاليا جاهزة تماما لإمرار أي سيل حراكة زي المدن الجديدة زي مطارة التجمع احنا شفنا فيها كارسة التجمع يعني خارج نطاق وزارة الرأي ايو انا عارف بس انا قصد ان انا المفروض انا عارف ان حضرك هل ده المفروض انا بجمع النطاق كله على حسب السيول ما هي برضو احنا بنقول ان هي فيها هو المفروض انا بدرس اي منطقة جديدة هنشئها لابد من دراسة موقعها ايه من السيول بحيش ما توباش هي موجودة في مخار سير وعلى فكرة مخارات السيول اللي موجودة فيها مخالفات كتيرة فيها ناس بتبني للأسف في مخارات السيول لا لان فيهم السيول دي ما بتجيش كل سنة بتيجي الله اعلم بتيجي كل خمس سنين عشر سنين فالناس بتحس بالامان طالما فيه السيول فجأة ممكن يحصل سيل يحصل تدمير لهذه المنشآت فالمفروض المحافظات او الوزارات المعنية قبل ما تنشئ اي مدن او اي منشآت بصفة عامة لابد من دراسة وضعها ايه بالنسبة ليه حركة السيول تمام احنا نكلم احنا عن مجرات السيول اللي احنا المفروض هل المنوض بحماية مجرات السيول هدأ فيه رقابة حضرتك دايما بتعملها على مجرات السيول اللي بيعمل المخالف عليها بيبني اللي هي مليانة اماكن زبالة كتير جدا هل حضرتكم المعنيين بالرقابة عليها ولا الاحياء فقط هي المفروض لا لا احنا بنقوم بتطهير مجرات السيول بصفة دورية حتى تكون جاهزة لاستقبال اي مياه المفروض برضو الوحدات المحلية تشتغل معانا في منع القاء القمامة لان فيه مخارات السيول معدية من وسط اللي الناس بني حواليها شمال ويمين المخارج تماما في السلوك الخاطئ من الافراد بالقاء القمامة وغيره ده بيعتبر عائق لحركة المياه احنا كوزارة راي بنقوم بأعمال تأهيل وتطهير المخارات السيول بصفة دورية بحيث وهي حاليا جاهزة تماما لاستقبال اي مياه وبالفعل حصل خلال هذا الشهر بعض من السيول والمخارات الحمدلله استوعبتهم واتجهت كلها واستفدنا منها باكتر من حوالي 3 مليون متر مكعب اتجهوا لنهر النيل وده طبعا ده فايدة كويسة لانه ده اعتبر ده رصيد مائي اضيف الى مصر تمام ده انه لسؤال تاني عايزين خطة قطاع لحماية المدن والقرى الصغيرة اللي هي المهمشة لها الحد النهاردة اصلا ده خلهاش مياه صالحة للشرب موضوع مياه الشرب ده من اقتصاص وزارة الاسكان احنا انت خطت لها خطة بالموضوع الخطة بتاعتها الكرى المهمشة يعني انت خطت حرك دي من اولويات كله يعني من اولويات الوزارة حرك بتعمل ايه لالقرى المهمشة لا القرى المهمشة هو فيه مشروع اللي هو القرى الاكثر فقرا مش احنا بس شغالين عليه كل الوزارات شغالة عليه بنعمل اعمال صناعية وزارة الاسكان بتعمل محطات تحليل مياه شرب كل الوزارات شغالة عليه اعتقد معظم القرى دلوقتي فيها مية شرب يعني حدة قرى مهمشة دي اعتقد ما عادش موجود يعني تمام هل موضوع خطة وزارة ان انت حرك فيه اماكن في مصر النهاردة الحد النهاردة وزارة الرايه ما وصل لهاش مياه مية شرب مية شرب لا يقول مياه صالحة للزراعة يعني مياه ان انا بزرع او بستفيد بيها زي مية الابار وعايزين نعرف كمان ايه هي الاجراءات القانونية لمية الابار وستزراعة الثلاثة واربعة من عشرة مليون فدان دول خلصوا حاليا عندنا خطط جديدة في اعمال الاستصلاح والتوسعات طيب هنجي موية منين من اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي وحاليا نشغل في اكتر من مشروع في غرب الدلتا في سينة شغالين في مساحات جديدة في توشكا في حاجة فيهم فعليا اشتايا في حاجة حقيقية اتنفذت وده لسه المشاريع لا شغالين بدينا فعلا في التنفيذ يعني مصرب بحر البقر في حوالي خمسة وستة من عشرة مليون متر مكعب في اليوم دول هيتعالجهم ونصات سلح بهم مساحات جديدة في منطقة غرب الدلتا هنستخدم تقريبا معظم مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي بدل ما يلقى في البحر لا هنعيد استخدامه وحننشئ محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الزراعي والصحي بحيث ننتج مياه صالحة تماما لإزراع ونستصلح بها مساحات جديدة هل في ربط ما بين وزارة الرأي وكل الوزارات المعنية زي وزارة القهربة زي الوزارات اللي هي وزارة الداخلية كل الوزارات في اتصال بس حضرتك التنسيقات مستمرة بصفة دائمة وخصوصا لو تكلمنا مثلا عن وزارة الزراع تقريبا شهريا لابد من عمل اجتماع لجنة تنسيقية بين وزارة الزراع ووزارة الرأي يتم فيها مناقشة جميع الموضوعات الخاصة بالرأي والزراع له على ان فيه غرف متابعة ازمات داخل فيها كل الوزارات وكل المحافظات زي مثلا غرفة متابعة السيول دي غرفة تقريبا كل الوزارات مشتركة فيها بيتم متابعة احوال السيول اولا باول لتلافي اي خطر يمكن ان يحدث لو رجعنا تاني لموضوع السيول موضوع السيول احنا كوزارة رأي بنستمق الحدث ومنبتدي من قبل السلم يحصل عندنا مركز للتنبؤ بالامطار والسيول تقريبا بيصدر يوميا نشرة عن امكانية حدوث امطار على مستوى الجمهورية يعني تقريبا من يومين تنبأنا بما حدث اليوم من امطار غزيرة على الساحل الشمالي والوجه البحري حتى القاهرة واخدين استعداداتنا التامة من خلال اول حاجة احنا بنعملها كوزارة مورد مياه قريبا قبل ما يحصل امطار او سيول ونبتدي نخفض مناسب المياه في الترع اولا باول بنقوم بتطهير المصارف لاستعاب اي كميات مياه زائدة يتم المتابعة خلال 24 ساعة من خلال غرفة متابعة السيول بحيث نتلافع اي اخطار يمكن ان تحدث تمام ده ان السؤال تاني على موضوع مية القبار هل هي مقننة هل هي بيبقى ليها ترخيص هل اي حد ممكن يعمل مية القبار ويطرع بيها احنا عندنا قطاع المياه الجوافية هو المسؤول عن ادارة منظومة المياه الجوافية في جمهورية مصر العربية وطبعا ده بيقنن استخدام المياه الجوافية اي حد عايز عنده مساحة بيقدم طلب بيدرس من خلال قطاع المياه الجوافية هل المياه متوفرة ولا لا هل المياه صالحة ولا لا استدامة هذه المياه وبالتالي بيصدر له ترخيص باستخدام هذه المياه وبيتم مراقبة المراقبة أثناء الاستخدام ليه حضرتك لاني الاستخدام الجائر في المياه الجوافية بعد فترة بيحصل مشاكل المشاكل بتتمثل في ايه ممكن منسوم المياه الجوافية يهبط بحيث ما بيكون صعب ان احنا ان يوفر لي المقننات المطلوبة ممكن يحصل فيه النسبة الملوحة تزيد فبتأثر على الاعراض الزراعية فلابد من مراقبة أعمال السحب وده اللي بيكون بيه قطاع المياه الجوافية ده قبلتنا مشكلة جات لنا على الصفحة في الواد الجديد في قرية ناصر جاء لي شكوى من مواطن بيقول انه عندهم ألف فدان هما بقالهم تسع أيام أو عشر أيام هما مش عارفين يروي الأرض أو يشتغلوا بيها لان رفعات المياه طبعا بتشتغل بالكهرباء هو عندهم مشكلة في الكهرباء هل أنا كمواطن النهاردة عندي مشكلة في ألف فدان فأنا بتكلم في رقم كبير هل منوط لوزارة الرأي أن أنا أروح لوزارة الرأي أقولهم أن أنا عندي مشكلة كذا 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 فحضرتك عندك بتقوم على حلها ولا لازم أروح لشركة الكهرباء هي المنوطة بدوت هو طبعا موضوع الكهرباء أو موضوع ألف فدان في الواد الجديد دول مياه جوافية تمام احنا كمياه جوافية أكيد قطاع مياه جوافية رخص لهذه الأبار ولبدا بتشعر بالكهرباء تمام فالمسؤول عن انقطاع التالي الكهرباء وأكيد وجهة الكهرباء تمام ولكن نعلم إحنا ممكن نتواصل برضو مع قطاع المياه الجوافية ونشوف المشكلة وندرسها ونعمل على حلها إن شاء تمام يعني ده ممكن المزارة ناية قوم منشدة مواطنين ألف فدان نشوف نتتبع المشكلة ونشوفها بعدها إيه ونعمل اتصالاتنا ونحاول نحلها إن شاء الله تمام إن شاء الله ده ينقلنا مع حضرتك لسؤال تاني طب ممكن نروح فاصل إعلاني ونرجع نكمل مع حضرتك نطلع فاصل إعلاني ونرجع مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية مع المهندس فاتح عبدالله مساعد الوزير لقطاع التوسعات الأفقية تمام فكنا هنرجع نقول له حضرتك تاني كنا عايزين نتكلم بقى مع حضرتك عن موضوع التبطين كنا عايزين نتكلم باستفادة عن موضوع التبطين تمام موضوع التبطين طبعا هو مشروع قومي يعني إحنا حاليا بنعيد للمجار المائية نعيدها كلها إلى قطعاتها الأصلية وإلى الأورنيك الطبيعي وفي نفس الوقت ده يعتبر نقلة حضارية فإحنا عملنا إيه بدين الزافع هذا المشروع إحنا كنا بدنا فيه من أكتر من سنتين تقريبا بس كنا بنفذ كميات قليلة للمسافات اللي فيها مشاكل فقط لا غير يعني الترع مثلا ما بناخدهش بالكامل كنا بناخد جزء جزء حصل انهار في مكان معين نبتد نعمله أعمال حماية ولكن نظرا للضرورة إلى تعظيم الاستفادة من المياه وترشيد المياه وتوفير كميات المياه اتجهنا إلى المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع فحطينا خطة خلال العامين الحاليين بحيث ننتهي من تنفيذ ما يقرب من سبع تلاف كيلو متر طولي وده طبعا رقم مش قليل ده دعا أن جميع أجهزة وزارة الموارد المياه والري تشتغل فيه كل قطعاتها يعني حتى القطعات اللي هي مش معنية بأعمال التأهيل أو التبطين برضو شغالة لأن ده مشروع قومي ولابد أن تضافوا كل الجهود من أجل إنهاء الأعمال في الوقت المناسب فبدينا فعلا في طرح هذه الأعمال زي ما قلت حضرت أقول القطعات شغلة فيه وحاليا طرحنا ما يقرب من حوالي أربع تلاف كيلو متر طولي سواء بدينا فيه أجزاء منهم في التنفيذ وفيه أجزاء تنين تحت الطرح نفذنا حاليا ما يقرب من ربعمية خمسين كيلو متر طولي خلال الفترة السابقة طبعا الرقم ده رقم ممكن يكون قليل ولكن نظرا لأن احنا لسه فيه بداية المشروع ولكن هيحصل تسابق في الفترة القادمة وخصوصا فترة أقل احتياجات اللي احنا دخلين عليها بحيث يتم إنجاز أكبر قدر ممكن طيب ليه احنا عملنا هذا المشروع أو أهدافه ايه أول هدف هو توفير المياه لأن أعمال التبطين التبطين الترع كلها أساسا كانت ترع ترابية فكانت معرضة للانهيار والاستبحار استبحار يعني الخطاع بتاعها بيوسع ترع بدل مثلا مع عرض قاحة تلاتة متر عرض قاحة بيوصل أربعة وخمسة وستة متر تماما وبيحصل تآكل فيه الميول الجانبية وفيه الجسور وانهيارات فيه الطرق فإحنا كده أما بنرجع القطاع الأصلي ونبطنه أولا بنعمل تأمين للجسور بنوفر مساحات زيادة بنوفر كميات مية بنسهل منه أصول المياه إلى نهايات الترع بحيث يعني جميع الزمامات على أي ترع من الترع نضمن لها كميات المياه المطلوبة أنواع التبطين اللي احنا نشغلين فيه عدة أنواع شغالين أعمال تبطين بالدبش والخرصانة العادية يعني عبارة عن بنرس دبش على الناشط بسمك 30 سنطي يعالوه طبقة من الخرصانة العادية سمك 10 سنطي أو نعمل خرصانة مسلحة تبطين خرصانة مسلحة أو نعمل طبقة من الرمل المثبت بالأسمنت وعليه تبطين خرصانة عادية أو ممكن نعمل تربة أساس تربة زلطية وعليه طبقة من الخرصانة العادية كل ده بيعتمد على وضع الترع ونوع تربة الترعى وخلافه في احنا زي ما قلت حضرتك حاليا احنا شغالين في حوالي ما يقرب من 4000 كيلو متر طولي ما بين التنفيذ أو الطرح بحيث خلال هذا الشهر هيكون كل هذه المسافات بإذن الله تعالى داخل في حيث التنفيذ طرح الترعى نفسه ولا كمان حوالين الترعى لا أنا أقصد بكلمة طرح أن احنا بندخله لحيث التنفيذ من خلال طرحه في مناقصة عامة أو مناقصة محدودة أو أي طرق من طرق الطرح حرك في التطوير أنت حرك النهاردة زي ترعة المعروضية النهاردة مثلا بنتكلم عنها في تطوير بالنهاردة بتعمل لها الحرك الحرك بتقوله هو يطبق مثلا على بعض الترع احنا بديين حاليا الخطة الحالية كمرحلة أولى شغالين في الترعى اللي عرض قاحة أقل من 6 متر الترعى الصغيرة لأن هذه الترعى هي التي تعاني من المشاكل المشاكل المتمثلة في عدم وصول المياه إلى النهايات إلقاء القمامة ونتيجة السلوك الخاطئ من بعض الأفراد فإحنا يعني من خلال هذا المشروع بنحاول نعظم الاستفادة من الترعى الموجودة بطبطنها وبنتعشم يعني أن يكون فيه تنسيق من المحافظات والمحليات بحيث نحد أو نمنع من إلقاء القمامة ونحافظ على الترعى من التلوز الترعى بنسبة يعني 90% دائما مشاكل حي اللي هو بيبقى إلقاء قمامة الترعى اللي هي بتمر في القرى أو الكتل السكنية يعني حتى إحنا ساعات بنعمل تغطيات في القرى أو الكتل السكنية برضو لا تسلم من المشاكل يعني بيحصل انسداد في المواسير بسبب برضو القمامة الزبط فينس مثلاً اللي هو اللي قاعدين قدام المجرسيل أو الترعى أو الكلام دوات أنا النهاردة كمواطن قاعد قدامه فأنا ما ليس زنب أنا ما برميش قدامي فهي دلوقت بتتربني فأنا المنوط إن أنا راح اشتكي فأنا راح اشتكي في المحافظة ولا اشتكي للوزارة إن أنا الترعى دي دراني أنا كمواطن قاعد قدامها لا الترعى لا تدر مواطن الترعى دي من يلخي القمامة هو المواطن يمتنع عن إلقاء القمامة الترعى توبه زي الفل يعني الكلام النهاردة مثلاً لو فيه تأثير في بعض الأحياء يعني مطلوب شغل مطلوب التطهير التطهير إحنا بنطهر إحنا بنطهر كل المجار المائية من الحشائش وإلقاء القمامة لازم نطهرها بس نتعشم يكون فيه تعاون من الأفراد اللي هو المنتفع الرئيسي بالمياه ومن المحليات في المحافظة على المجر المائي نضيف وعدم إلقاء أصب السؤالي حضرتك أننا النهاردة من سكان حوالي مجرسيل أو ترعى فأنا النهاردة متضرر جداً من إلقاء القمامة فأنا بشتجي في المحافظة مرة واثنين وثلاثة هل فيه رقم أو مكان للشكوى أن أنا أتصل بالوزارة أو لهم لا ده عن طريق المحليات محليات بس لكن الوزارة مش منوطة بالكلام ده لا منوطة الحية بس أنا أعمل ممكن أعمل مخالفات ل يعني ده ما يقرمش أني أنا مثلاً أعمل مخالفات على فيه إلقاء قمامة جوال ترعى أو أن أنا شوف عربيات ده أنا شفت يعني أنا شفت بنفسي عربيات نقل بيتعمل مخالفات وفيه عربيات بترمي العربيات بترمي مخالفات في المجر المائي ده حقيقة ها بس هل تتخيل أن وزارة الريحة تتبع كل ما يحدث؟ لا طب ليه مثلاً ما نعملش ربطة أو نعمل جهة منوطة لكل محافظة في مختص من وزارة الريحة يبقى منوط بالكلام ده وهو ده برضو ضررنا إحنا النهاردة ما حصل سيل أنا واحد من الناس كنت شايف كنت شايف المجرة السيل بالمية بتاخد الزبالة أو تمشي أكيد أكيد طبعاً فأنا النهاردة كمواطن أنا نهاردة مثلاً فيه تأثير في بعض الجهات في المحليات فأنا كمواطن مزدن بيحاك فالمفروض أن وزارة رأيك لا زن بالمواطن أنه هو اللي بيلقي القمامة الإهمال الإهمال منه يعني المشكلة أن بيحصل إلقاء قمامة من المواطنين ويرجع المواطن يشتكي من هذه القمامة طب أنا دوري إيه أنا دوري بعمل أقصى ما يمكن في تطهير هذه المجاري المائية سواء مقرات سيول أو ترع وخلافه عشان نسهل من مرور المياه احنا ممكن مثلاً كوزارة نحط مثلاً على الأقل خالص يفطى ممكن تحدي يعني همشان قولها هي تمنع لأنه ليفط ما بتمنعش حاجة أن أنت كمواطن لو مثلاً تحط أن أنت تشوفت وانت بترمي قمامة في الداخل مجرس سيل أو الكلام دوت هتدفع غرامة فده يحد معانا فيقلل من الكلام ده هل منوط بالوزارة التنفيذة للحياة أكيد إحنا بأن عندنا إدارات الرأي عندنا إدارات الرأي منوط بها عمل المخالفات لكل من يخالف سواء بالقمامة أو غيره وده بتم بس مطلوب برضو تضافر كل الجهود وإحنا على فكرة نعمل حملات توعية كوزارة موارد الماء ورأي بحيث وبرضو بتجيب نتيجة وإن كانت نتيجة ممكن يعني ما وصلتش للهدف المرجو ولكن مع الوقت بإذن الله تعالى هنوصل ده السؤال اللي قلت لسه أسأل حضرتك هل وزارة الرأي بتعمل ندوات ومؤتمرات لتوعية الناس إن إحنا لازم نرشد استخدام المياه لأنه دي استخدام شعب الكامل إحنا عندنا إدارة اسمها إدارة التوجيه المائي ودي منتشرة فيه جميع عنحاء المحافظات ودي دورها بتعمل ندوات وتعمل توعية لكل المواطنين بأهمية المياه وبأهمية المحافظة عليها وبأهمية عدم إلقاء القمامة فيها للحد من التلوث فدي عندنا إدارة كاملة إدارة مركزية اسمها إدارة التوجيه المائي لها إدارات تماعة في كل المحافظات بتقوم بهذا الدور تمام ده ينقلنا للتعديات على طرح النيل تعديات على طرح النيل في بعض الناس بتقولك أن أنا باني من زمان وده مفقوش ضرر لي وفي بعض الناس هل يوجد داخل وزارة الراي ترخيص أن حد يبني على طرح النيل سؤال واضح بنا بالمعنى المفهوم لا تمام إحنا كل ما سواء نهر النيل أو كل المجار المائية ممنوع البناء دي دي أملاك دولة وأي بناء يعتبر بناء مخالف وبيصدر له قرار إزالة وبيتم عمل حملات إزالة دورية سواء على نهر النيل أو على كل المجار المائية موضوع أنا ممكن أرخص بس مش مبنى أرخص مباني مؤقتة للانتفاع بيها أرخص مشاتل يعني كل أرخص للأغراض السهلة اللي هي ما تعقش من استخدام المجرى المائي تمام فيه اتصال ما بين وزارة الراي دايما ووزارة الزراعة فيه اتصال لأنه دايما حاجة يعني بعض الناس عندها اختلاط في الأمر ما بين الوزارتين فهل فيه اتصال دائما لأنها حق مهمة وزارتين متكاملتين بالضبط لأن أنا مسؤول عن الراي والزراعة مشؤولة عن الزراعة تمام الزراعة والراي فيه تعاون تام وزي ما قلت سيادتك فيه تقريبا شهريا لابد من اجتماع كامل بين قيادات الوزارتين برئاسة الوزيرين لبحث كل المشاكل المتعلقة وحل كل اي مشكلة تعوق اي نهضة بنبتدي ندرسها ونحاول نحلها ونحط الحلول لها نرجع للحاجات التي تتعمل على طرح النيل زي القافيهات زي الكلام دوت المنوب بيها وزارة الراي بس يعني مثلا لو عندي ارض زراعية عايز اعمل عليها مثلا قافيه او اي مشروع ارض زراعية بقى اي ارض زراعية ملك ارض زراعية ملك هي ملك اصلاح زراع دي وزارة الزراع مش وزارة الراي يعني انا نهارا بعمل على طرح النيل فانا بعمل ترخيص من الاصلاح الزراعي ومن وزارة الراي لا لا طرح النيل او املاك النيل دي حاجة والعراض الزراعية دي حاجة تمام تمام انا لو عايز اعمل اعمل مشروع معين على النيل مباشرة انا ارخص له بمقابل اندفاع بالشروط اللي انا حطيتها بحيث ما يعقشي اي اعمال صيانة او تطهيرات للمجرى الماء اللي انا حعمل عليه هذا المشروع تمام ده مثلا يعني فيه مشروعات قومية بتتعامل على طرح النيل للاستنفاع بيها زي مثلا مشروعات كبرى زي قفيهات بنعمل يعني مامشا المامشا ده عايزين نتكلم عنه اه مامشا اللي قدام مسبيره دوت مامشا يعني اه طبعا حاب نتكلم عن حاجة طفرة كبيرة جدا حاب نتكلم عن مامشا كبير لا وبيتعمل بس مش هنا في القيرة بس وتعمل آآ يعني عملنا فيه المنصورة آآ مراسي للوتوبسات النهرية تمام دي بتان يعني دي برضو بنسفيد منها في نقل المواطنين آآ وعمل رحلات نيلية داخل النيل عملنا حوالي اكتر من ست مراسي فيه المنصورة وبيتعمل فيه اماكن كثيرة جدا آآ عملنا فيه الاناطر الخيرية في الحدائق عملنا منتزهات وحدائق على اعلى مستوى على النيل فدي كلها فده بيزددنا شايف ان ده تطوير ان الوزارة تستفيد منه كتير تطوير وانتفاع وفايدة لكل المواطنين هل المامشا والكلام ده داخل بحق انتفاع باجي النهاردة مثلا انا برخص حاجة اتعمل المامشا فانا ما باجي ارخص برخص مباشرة من وزارة الراي من وزارة الراي لو انا هرخص لطالما فيه املاك الترع او النيل وبترخيص من وزارة الراي ده مسموح ان انا اعمل مثلا مشروع هقول ان حضرتك اروح وزارة الراي النهاردة هقول ان انا محتاج ان انا اعمل مثلا مشروع مطعم على النيل او ده متاح ولا يعني حسب الوضع كل حاجة لها اشتراطات حسب المكان مش اي مكان يتعمل فيها بس ممكن يترخص نوادي وزي ما قلت سيادتك بتوبى عبارة عن منشآت خفيفة سهلة تلفك والتركيب بحيث لو انا اي مشكلة حصلت وعايز اعمل صيانة المجرى المائي بحط من اشتراتات تترخيص ان انا في اي وقت ممكن ازيل هذا المائي يعني ما مشى زي ما مشى مزبير لا الممشيات دي بتعمل انت حاجات دي سابت دي مشروع دولة مش مترخص نعرف ايه الممشى السياحي ايه الافادة منه كوزارة ري انت حراك المختص والمنوت ده متنفس ده اللي احنا عايزين نعرف ممشياتك ده بيتعمل كمتنفس للناس بحيث في اي وقت عايز اسمه ممشى عايز يضي وقت كده مع اسرته فبيبتدي يمشي في هذا المكان اللي على النيل حيشوف المياح الى مكان جميل حيوعد قعدة جميلة هو ده الغرض من الممشي ده بيعود على الوزارة بالاكتفاء الزاتي انها يبقى عندها المشاريع الخاصة بيها اللي هي تعمل في حالة ان احنا يعني سيادة الرئيس النهاردة بيعمل بيحاول على قد ما يقدر انه يعمل اكتفاءات ذاتية لكل حاجة جوه فهل الوزارة بتنمي من المشاريع اللي تعمل لها ده؟ جميع هذه الترخيص بتبقى بيه مقابل مقابل انتفاع اه فاحنا بنحاول يعني نتوسع في هذه الترخيص بحيث ده بتدر عائد على الوزارة وده بيستخدم في عمل المشروعات هل في مشروعات توسعات في حاجة تاني غير مثلا غير الحاجات اللي هي بتترخص من نهر النيل النهر ده انا مثلا عندي اي حاجة الوزارة يعني الوزارة ايه التوسعات او ايه الرؤية القادمة بالنسبة لها في كل القطعات مش شرطة في قطاع ان انا عمل اكتفاءة ذاتي او حاجة لا بس في كل القطعات يعني انا عرف مثلا الخطة التطويرية في سنة عشرين يعني في عشرين واحد وعشرين خطة الوزارة احنا لو عادت تكلم خطة الوزارة خطة الوزارة الاساسية هذا العام طمام هو مشروع تأهيل وتبطين التراع طمام دة هو الخطة اللي احنا شغلين عليها هذا العام بالاضافة زي ما أول تمت سيألتك اه التحول من اه الرأي من الرأي بالغمر الى الرأي الحديث ويعادة استخدام توسع في مشروعات إعادة استخدام يا الصرف الصحي والزراع ده الخطة الرئيسية اللي احنا او المحاور الاساسية اللي احنا شغالين فيها عشان تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه كنا عايزين نعرف ده هيوفر قدية يعني كنا عايزين نعرف التوفير ده هيوفر من كمية المياه تقريبيا تقريبيا يعني ما يقرم من حقول تقريبا خمسة مليار متر مكعب ده رقم مش قليل مش قليل وده هل 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 ده هيجي هيعود معنا في تطويرات يعني مثلا في مناطق بعد كده العجز اللي بيحصل مثلا في بعض المناطق هل ده مش يكون موجود؟ أكيد يعني ده هيغطي معنا العجز الموجود في بعض المناطق اللي هي بيبقى انا بقول لسياتك ده إعادة استخدام مياه الصرف ده هيوفر كميات مياه كتيرة جدا طمام يعني احنا شغالين تقريبا حاليا في مشروعين هيوفرنا حوالي في اليوم بس حوالي 10 مليون متر مكعب في اليوم طمام يعني 10 مليون حوالي ما يقرم من 365 مليون أو 3 مليار و 650 مليون متر مكعب في السنة وده رقم مش قليل وده كله بيساهم في المشروعات اللي احنا مشروعات الاستصلاح الجديدة وحل مشاكل الري في المشروعات القائمة خطة تحليط المياه الموضوعات ومياه الصرف الصحي والكلام ده هل ده بيوفر برضو للدولة وبيوفر ارقام قدية يعني انا النهاردة لو بدلت عملت النهاردة تبديل ما بين المياه العادية اللي احنا بنشربها ليه فيه بتستخدم الزراعة وحولتها لمياه الصحي على فكرة الدولة حاليا انشغالة في بعض المناطق انها تعمل تحليط مياه بحر مياه البحر لأوراض الشرب تمام بحيث انا اتوسع اكتر في استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي في مجال الزراعة تمام لاني عندي مشكلة اما توبقى فيه محطات مياه شرب على ترعة من الترعة فده بيمنع من خلط مياه الصرف الصحي او الزراعي حتى بعد المعالجة لان انا بستخدم زي المياه في الشرب فبنبتدي في بعض المشاريع بينين المحطات مياه الشرب وخصوصا في المدن الساحلية وبنستخدم محطات تحليط مياه البحر وبالتالي دي بتسهلي من التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي وفي نفس الوقت انا ما بنستخدم مياه الصرف الصحي والزراعي بنستخدمها في المحاصيل المناسبة تمام من حيث درجة الملوحة بحيث ما يحصلش فيه يعني مثلا حدثتك مثال فيه محاصيل ممكن تحمل ملوحة عالية تصل الى حوالي مثلا 3500 جزء في المليون نسبة ملوحة دي ممكن يتوسع فيه زراعته قبل كده كان ما كناش بنعدي تقريبا 1500 جزء في المليون لا احنا حاليا بعد الدراسات والابحاث ممكن نوصل لي نعدي 3000 جزء في المليون من خلال تركيب محصولي مناسب لنسبة الملوحة هل ده حضركم اقول له خطة ان انا في 2021 نشوف جدول محطوط للفلاح ان انا ممكن استخدم في المنطقة دي انا عندي نسبة مية ملوحة بخطة كذا هي على فكرة يعني هي دي موظمها بتقريبا فيه مساحات جديدة مش مساحات القديمة زي ما هي مش قريبا فيها ايه ان اصلي في الجديد ان انا بالتانية اه طبعا دي ما حطوط لها خطة وما حطوط لها محاصيل تتزرع فيها وبتطرح للاستثمار بل حيستثمر في هذه المساحات عارف هو هيزرع ايه بالزبط في هذه المساحات تمام فحضركم بتوضعين الخطة يعني تقريبا زي ما بنقوله طبعا ده كل ده بتنسي بص حضرتك اي مساحة جديدة بيتم فيها بداية بتخش وزارة الزراع بتمسح هذه المنطقة بالكامل وبتحدد بتصنف التربة حسب درجة صلاحيتها دي الزراعة وبتحدد التركيب المحصولي المناسب لهذه الزراعة وبالتالي نبتدي احنا بعد كده ندرس توصيل المياه الى هذه المساحات يعني فيه تكامل بين وزارة الزراع ووزارة الري في اي مساحة جديدة بشغالين فيه اتجاه متنازح مع بعض طبعا ما عايزين نتكلم بقى عن تأثير كورونا على وزارة الري ايه التأثير اللي حصل فيها ايه الاعقاب اللي حصلت هل حصل مشاكل ايه تعالفت زي الحمد لله احنا محصلش عندنا اي مشاكل كل المشاريع كانت شغالة لم يحدث توقف على الاطلاق في اي مشروع من المشاريع تم تقليص العمالة دون تأثير على حجم العمل اللي بتم والحمد لله فكل المشاريع بحمد الله تعالى لم تتوقف ولم تتأثر بجائحة كورونا على الاطلاق تقليلنا لسؤال مهم جدا ايه الاستفادة اللي استفادتها الوزارة من جائحة كورونا هي جائحة كورونا زي ما جابت مشاكل جابت استفادات هل استفادت حضراتكم النهاردة التواصل التواصل الموظفين على اللي هنقول التحول الرقمي اللي هي الدولة كلها دلوقتي بتتنقل لي اللي هي رقمانة الدولة هل ده وفر وخدنا ده بالتأكيد ده بالتأكيد يعني احنا يعني لو قلنا مثلا احنا كقطاع توسع عندنا هنفترض عشرين موظف جبت عشرة وعشرة قاعدين في البيت اللي قاعدين في البيت مش قاعدين لا قاعدين شغالين من خلال مش قاعدين من خلال الإيميل من خلال الواتس حتى الاجتماعات بنعملها من خلال الفيديو كونفرنس وبنحل بها معادي الوزير كل اجتماعات وحاليا معنا كل واحد قاعد في مكتبه من خلال الفيديو كونفرنس بيبتدي نتناقش ونحل كل المشاكل بالضبط كأننا مجتمعين في غرفة واحدة دي حاجة كويسة جدا اتطورنا يعني احنا ربما درتنا فعلا هل بنقول كورونا زي ما هي ليها سلبيات دي كانت خطوة مشجعة ان احنا لموضوع التحول الرقمي استفدنا منها فعلا كنا عايزين حركة توجه رسالة للشعب في حتة عدم اهدار الماء هي النقطة الاساسية اللي انا بركز عليها ان احنا نحافظ على المجاري المائية بحاجتين اول حاجة عدم القاء القمامة وعدم تلويس اي مجرى مائي لان المجرى المائي دا دا لانا بشرب منه ودا لانا بزرع منه فبالتالي لابد وان نحافظ على هذه المياه وفي نفس الوقت بنشاء التشجيع على التحول من الرأي بالغمر الى الرأي الحديث لان دي الوزارة حتى خطة ويشغلن فيها والحمد لله وبنتطور وبإذن الله يعني في المستقبل القريب معظم الأراضي هتتحول الى نظام رأي ان شاء الله بإذن الله بنشكر حضرتك المهندس فتحي عبدالله ردوان مساعد وزير الراي لقطاع التوسع الأفقي والمشروعات وزارة الموارد المائية بنشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا في الختام يا رب يكون فدنا حضرتكم ويعني بلاش نتعدى على طرح النيل اشتركوا في القناة